موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في قناة حراء التعليمية مع فيديو جديد من فيديوهات مادة العلوم والنهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض المفهوم الرابع الطاقة والتصادم عايزين نعرف مع بعض اثر الكتلة في التصادم اثر الكتلة في التصادم عايزين نعرف يا سنة رابعة ان كل ما كتلة الجسم المتحرك بتزيد ايه اللي بيحصل زي مثلا الشاحنة الشاحنة دي كتلتها كبيرة فطبعا اكيد هتستهلك وقود اكتر عشان تكتسب طاقة حركية اكبر يعني سرعتها تزيد وبالتالي كل ما السرعة ما تزيد في احتمالية الاضرار النتجة عن التصادم هتكون برضو زيادة عن السيارة نتيجة زيادة الكتلة بالزبط يعني لو كلمنا على السيارة هلاقي ان كتلتها اصغر يبقى عشان ازود سرعتها ويقديها طاقة حركة معينة فانا مش هستهلك نفس كمية الوقود بتاع الشاحنة هستهلك وقود ايه اقل يبقى كده اتكلمنا على اثر الكتلة في التصادم وقارننا ما بين الشاحنة والايه والسيارة طيب كل ما تضاعفت كتلة الجسم اه تضاعفت يعني زادت الكتلة هيحصل ايه هتتضاعف طاقة حركته عنده سرعة معينة لو انا مسبتها السرعة وطاقة الحركة زادت هيحصل الكتلة زادت طاقة الحركة هتزيد وزي ما اتفقنا طالما طاقة كبيرة الجسم عنده طاقة كبيرة يبقى الاضرار النتجة عن التصادم هتكون كبيرة زي ايه مثلا يا ولاد لو كلمنا على مثلا شاحنة بتزن طن بتمتلك نصف مقدار طاقة حركة شاحنة اخرى تزن اطنين طن اذا كانت تسيران بنفس السرعة يعني ايه يعني انا لو عندي شاحنتين واحدة وزنها طن واحدة وزنها اثنين طن يطرى الاثنين هيكون ليهم نفس طاقة الحركة لا اكيد لا احنا قلنا ان كل ما تكتلة ما بتزيد طاقة الحركة هتزيد هنا تضاعفت بقى بقتوا الضعف بقت قدها مرتين يبقى طاقة الحركة كمان هتزيد للضعف بفرض ان الاثنين بيسيروا بنفس السرعة لان احنا بمرة الحسة اللي فاتت اتكلمنا على تأثير السرعة لو السرعة زادت كانت طاقة الحركة بتزيد بس كنا مسبتين الكتلة العربيتين كانوا قد بعض انما احنا النهاردة بنعكس بنشوف تأثير الكتلة زي واضح في الصورة كده طبعا الشاحنة الكبيرة فأكيد كتلتها هتكون ضاعف سيارة اللي قدامنا اللي هي النص انها للصغيرة جاء وقت سؤال المتفوقين لسنة ربعة ومنتظرين اجابتكم في التعليقات على الفيديو سؤال المتفوقين علل شاحنة زن طن تمتلك نصف مقدار طاقة حركة شاحنة اخرى تزن اتنين طن اذا كانت تسيران بنفس السرعة منتظرين اجابتكم في التعليقات سنة ربعة ماذا يحدث عنده استضار احد المرة بمركبات مختلفة لها نفس السرعة لو بن يأدم يا ولد ماشي والعيز بالله خبط اتخبط فيه عربية مركبات يعني سيارات وبس كانت لها نفس السرعة بس مختلفين في الكتلة تعال نشوف كده تأثير المركبات دي هيكون ايه اول حاجة لو استضم بدراجة سرعتها تقريبا خمسين كيلو متر كل ساعة ففي الحالة دي الشخص هينجو غالبا اه عجلة دراجة لها العجلة اللي حمالها عجلة خبطته هي عشان كتلتها اقل فهو هينجو بالزبط طب تعال نشوف كده مركبة تانية تعال نشوف لو سيارة احنا نخلي بالك انا قلت ان انا حسبت السرعة يعني برضو سرعتها خمسين كيلو متر ساعة نفس السرعة بس المرة دي السيارة كتلتها اكبر من الدراجة اللي هيحصل بقى لو خبطت فيه هذا البني ادم يبقى المرة دي هتسبب خطر على حياته هتسبب خطر على حياته زي الحادثة اللي احنا شايفينها دي كده ممكن طبعا انه هو يحصل له كسور يحصل له ردود وممكن انه هو يتوفى على حسب طبعا ايه الحادثة دي حسب ايه السيارة طب تعال بقى نشوف لو انا بقى المرة دي عندي ايه نصطدم بشاحنة شاحنة ونفس السرعة احنا مسبتين السرعة اه 50 كيلو متر في كل ساعة هيهلج غالبا اه ده هيموت ممكن هيموت اه ده هيموت هيموت لانه لان كتلتها اكبر اه الكتلة بتاعتها ايه اكبر يبقى طاقت الحركة اكتر بكده احنا فهمنا ان كلما زادت الكتلة مع سبات السرعة بيحصل ايه بتزيد طاقت الحركة يعني بيزيد اثر وشدة التصادم والاضرار اللي بيتعرض لها الشخص او بيتعرض لها الجسم اللي عندي بندول او عن بندول نيوتن بندول نيوتن عند رفع كرة البندول لاعلى تختزن طاقة وضع ولا تمتلك اي طاقة حركة طيب يعني ايه الكلام ده انا لما ابدأ اشد الكرة وارفعها الفوق انا كده بقى الطاقة بتختزن في الكرة على شكل طاقة وضع وطبعا انا مسبتة الكرة بيزي فكده ما فيش اي طاقة حركة طب اول ما اترك بقى الكرة تتحرك ايه اللي هاي عند ترك الكرة بتتحرك فيه اتجاه باقي الكرات بتقل طاقة الوضع تدريجيا وبتتحول لطاقة حركة لان احنا زي ما اخدنا زمان ان طاقة الوضع بيحصل لها ايه يا ولاد بتتأثر بالارتفاع يبقى انا وانا فوق كانت تقطر وضع كبيرة وهي نزلة 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 تقطر وضع بتقل بتقل لطاقة الوضع ويتزيد تقطر حركة بالزبط بتقبط في الكرة التانية فبتتنقلهم طاقة الحركة وهكذا تعال نشوف مع بعض فقدان الطاقة في بندول نيوتن ايه دي البندول هوا تشايفين ايه اللي بيحصل فيه الصورة قلنا يفقد بعض الطاقة في صورة الطاقة الصوتية طبعا بندول يا ولاد هو شغال احنا بنسمع صوته بيقعد يخبط تاك 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 بنسمع كده الصوت يبقى في جزء من الطاقة بيفقد في صورة الطاقة الصوتية وده السبب ان البندول احنا اتفعنا انه بيبدله وضع وحركة طب هل البندول ده بيفقدر يتحرك عمره ما بيقف لا بيقف بعد شوية طب ايه اللي خلاه يقف راحت معنا انه وعف انه فقد الطاقة ما بقاش في طاقة طب راحت فين يمس الطاقة في جزء من الطاقة بيفقد في صورة طاقة صوتية ويفقد بعض الطاقة في صورة احتكاك بين الكرات والخيط والاجزاء الاخرى وجزء تاني من الطاقة بيفقد في الهواء بتفقد الكرات بعض الطاقة بيتحركها في الهواء وتفقد الكرات طاقة حركتها وتتوقف بعد كثير من التصادم يبقى احنا عرفنا كده السبب في انه بيقف في النهاية وإلا يا ولاد لو ما كانش فيه فقد في الطاقة كان حيستمر فيه الحركة كانت الكرات حتفتل تبدل وضع وحركة وضع وحركة من غير مقل إنما الفقد دوت سواء في صورة طاقة صوتية أو في صورة احتكاك بين الكرات والخيط أو في صورة حركتها في الهواء فطبعا هتتوقف يعني سؤال المتفوقين منتظرين إجابتكم في التعليقات أكمل في بندول نيوتن تفقد بعض الطاقة في صورة طاقة طاقة ايه طاقة ايه احنا قلنا السؤال دوت ومنتظرين إجابته في تعليقات الفيديو كيف يتعامل رجال الشرطة مع حدث التصادم دلوقتي حصلت حدثة طبعا الناس تتصير بالبوليس البوليس بييجي هيعمل إيه بقى رجال الشرطة تعالى نشوف آدي هوا يا صورة رجال الشرطة بص بيعملوا إيه بيفحصوا كده السيارة هو بيبدأوا يشوفوا بيشوفوا إيه بيدوروا على السيارة يا طرى مغبوطة من قدام ولا من وراء لو عربيتين خبطين بعض يا طرى مين العربية اللي متدمرة أكتر بيبدأوا يعينوا دي اسمها معاينة بيعملوا معاينة كده للمكان الحادث على أساس المعاينة دي يقدروا يعرفوا بالزبط إيه اللي حصل يستخدم رجال الشرطة قوانين نيوتن للحركة لحل لغزة التصادم يستعين بالسيارة المحطمة يجب معرفة قائدي السيارتين لمعرفة التسبب في الحادث ودلوقتي يجي معاد سؤال المتفوقين منتظرين إجابتكم في تعليقات الفيديو وسؤالنا بيقول كيف يتعامل رجال الشرطة مع حادث التصادم منتظرين إجابتكم في تعليقات الفيديو وإلى اللقاء مع فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة